احمد منوارنا فيها اللكور حبيبي يا بودة حبيبي برنامج ان شاء الله يكسر الدنيا وكالعادة انت متقلق في ايه حاجة بتعملها اعمل ايه؟ الحمد لله كويس كله طوالي الحمد لله عايز ابدأ بيك بقى بالمشوار اه سيراميكا في الدوري شايف الدوري السادي عامل ازاي وانتو كفريق عامل ازاي؟ الدوري السندي صعب اه الدوري السندي في فرق كتيرة عندها امكانيات كبيرة في الدوري فكل سنة الدوري بيبقى اصعب من السنة اللي قبله لان فيه غالبا الاندية اللي هي اه ضعيفة ما اديها شوية بتهبط الاندية اللي بتصعد اه اللي اداره متاس ببقى كلها اندية معها فلوس كويسة وامكانيات كبيرة فبتصرف فبتجيب لعيبة كويسة فده حاجة كويسة مصعبة الدوري بس مخليها الدوري قوي جدا انتو كفريق سيراميكا واللعيبة ما بتعودوا مع بعض طموحاتكو ايه في الدوري؟ طموحاتنا مربع اه يعني احنا لعيبة كبيرة واسماء كبيرة في الفرقة سيراميكا ريباطرا وجهاز فن كبير طبعا وادارة كبيرة وامكانيات كبيرة فما فيش مانع ان احنا يبقى قدامنا هدف او حلم ان احنا نبقى موجودين في المربع اه علشان نلعب افريقيا السنة الجاية ده هدف كل اللعيبة اللي موجودة بالجهاز بالادارة بالنادي كله. ده كان هدفكو الموسم الماضي لما الفرقة صعدت وكونت الفريق وجبته لعيبة لعلى مستوى? اه كان هدفنا برضه. من الموسم اللي. من بداية سيراميكا لبطرا مساعدة من ان انتعلت من مقصة وانا لما لما جيت النادي لان النادي عنده طموح. وانا احب متواجد في مكان فيه طموح. خاصة ان انا كنت ثلاثة اربعة اربعة سنين في المقصة دايما باستثناء اخر سنة كنا دايما تاني دوري تالي دور رابع دوري ولعبنا ابطال افريقيا لعبنا كونفودرليا وصلنا الاماكن بعيدة. فانا كتما موجود في نادي عنده طموح وعنده هدف انا بالنسبة لي ده حافز يخلينا بقى موجود في السراميكا كليوباترا عندها تانية كتير. ليه ده ما حصلش السنة اللي فاتت? رغم المباريات القوية اللي انتوا قدمتوه. انا شافي حيك اللي بنعمل يعني السنة اللي فات عملنا مطشط كويسة جدا ونتاج كويسة جدا ويمكن دوري كله كان بيتكلم على السراميكا كليوباترا ان هي الحصان اللي سود السنة اللي فاتت مع انها لسه نادي يعني صاعد جديد. بس الاسماء الكبيرة اللي جات هم قدروا يكونوا فرقة كويسة. بس ممكن طبعا في وقت من الوقات اللي كان بيحصل لنا في النتائج في الماتشات. اه هو ده اللي حرمنا. برضو لتغييرت الجهاز ورجوع تاني كانت شوية عملت عدم استقرار فني واداري في النادي. فده اللي ممكن اثر معنا شوية سالفات. عايزة اخد من كلامك انت قلت لعيبة كبار وليوم اسموهم في سراميكا كليوباترا. ليه ما شوفناش بقالنا فترة كبيرة ما شوفناش لعيبة من سراميكا في المنتخل. مش عارف بقى لي. يعني انا عايزة اقولك تقريبا ست سبع تجمعات اللي فاتوا. اه في ثلاث اربع لعيبة دايما اسميهم موجودة. اه في عامر عامر. اه في محمد ابراهيم. في شادي. وانا اسمي كان مطروح. اه اه كان اسمي مطروح اكتر من مرة. اه في كل تجمعات. من وقت كابتال حسام البدري لحد كيروش اه لحد اخر تجمع الاسمينا موجودة. بس انا مش عارف بصراحة السبب اه يمكن بقول ان شاء الله احنا هنشتغل ونطع باكتر ونبقى موجودين فترة جاية. ده ع المستوى الشخصي معك بيخليك تفقد الامل ولا بيحمسك زيادة ان انت تقدم مباريات على اعلى مستوى. لا لا خالص انا دايما الحاجة لما بكون منتظرها او حاطة امل عليها وما بتجيش بيجي لي احساس من نازم اطع باكتر يمكن بقول انا يمكن انا مؤثر اه تأصير من عندي انا حتى لو ما كانش من عندي يعني بخليه دايما حافز وده فعلية ان انا اتعب اكتر واعمل احسن حاجة عندي تاني وهو اتعب اكتر لحد ما ربنا اجيبها لحد لعندي. افضل زير ايسر. اه بعدي اه ممكن بعد احمد محسن ممكن نقول اه هزارش. كما نقول احمد محسن. لا ما هو. يعني احمد محسن وفيه غيره يعني فيه غيره. اتكلم برا مصريين ولا عامة في الدوري. نعم مصريين اللي انت عايزه. مصريين ولا في الدوري. اللي انت فيه طبعا محمود وحيد الاهلي. عبدالله جمعة. محمد حمدي. اه. يعني دول ابرد. طبعا اه معلول بس مش مصري فمعلول برضو في حتة تانية بصراح. مين افضل لعب? اه افضل لعب بالنسبة لي انا عبدالله السعيد. تيك توك عمل لك ازمات قبل كده في الملعب مع مدربين مع لعيبة? لا ما عملش ازمات خالص. لان انا ما بستخدمش في حاجة ممكن تعمل لي مشكلة. يعني ايه حاجات اه. يعني حاجتين انا بعمله في تيك توك. اما موضوع ايه. كورة مسلا موضوع كورة بعلم حد حاجة بتكلم في الكورة. اما حاجات هزار اه هزار مع العيبة. هزار اه ايه فيه بقوله حاجة. ما باخرقش برا اطار اه اخلي التيك توك يعمل لي مشكلة. ما فيش. بالعكس هوفدني جدا. اه يعني عمل لك جمهور او فانس برا الاهل والزمالك. انت طبعا عارف اهل اهل والزمالك دول في حتات انا جمهور. انا بقيت معروف برا اهل والزمالك ملعبة المعروفة بسبب التيك توك. لان كل الناس بتفرج على التيك توك. ما فيش مدرب في مرة قالك مش وقت ومحسن اللي عملت كده. انا براعي اصل لقطة دي. يعني مسلا ماتش مسلا نكون مغلوبين او حاجة بعض يومين تلاتة ما نزلش حاجة لما نرجع تاني نعم ماتش نبقى كواسين ابتدي بقى عادي انزل. فانا براعي برضو الحتة دي. ما بديش فرصة انه مسلا اه حد يمسك عليها حاجة التوقيت مهم بالنسبة لي. فاي حاجة في اي حاجة بالسوشيال ميديا بتاعتي اه بقى التوقيت مهم. بس تخدم التوقيت جدا بقى. يعني حسب بقى حالتي انه دي حالة الماتشوات حالتي انا شخصيا. فبقى بتعامل بزكاء في في البوينت ده. بس مش اكتر من تاتي اه. مصيبة. التفاعل يقع. الريتش بتاع الاكاونت هيقل والفلوس تقل في الاكاونت. اه ما اقسم يومين. هو عزة. ما هو ثلاثة ايام من كفاية خاصة احنا مخصناش كاس العالم يا اقسم نموات الكورة. فاه يومين كويس. ودوين ان انت مليونير من تيك توك. والله ما دخلي منه اتنين جنيه على معه. ما دخليش منه اه غير اعلانات كده يعني اعلان تبقى شركات بتعلن عن ابليكيشن. شركات بتعلن عن حاجات في بيجوه لي عايزينك تنزل لنا مسلا فيديو عن كذا كذا. فبنزل فيديو. بس مش ارقام يعني حاجات اه زي اللي اخدها منك مسلا بعد البرنامج. لا مش ارقام مع حاجات عادية كده بعملها. انا مش عامل موضوع عشان الفلوس. لا الموضوع اللي تيك توك يديك فلوس ده اما تدخل بقى اه تفتح لايف. ويتبعت لك جيفت والجيفت يتغير بفلوس. وانا مش فاضي. وقتي من دهب يا بودة مش فاضي الكلام ده. عندي مشاريع وحاجة. يعني مفيش حاجة فتحتها وخدت منها جنيه. انا بقى انا شاف ان انا بقى دفع بس. هاخدك بقى الفترة الابرز. فترة مصر المقصة. اه. تقلق لعبت بشكل لفت الانظار. بشكل كويس. الناس كلها بتديد تتكلم عليك. اعتقد ان دي كانت الفترة اللي عرفت الناس كلها باحمد محسن. اه مصبوط. ايه بقى قلنا بقى ازاي اللي تعملتو في المقصة وازاي قدرتو ان انتو كفريق اه كنتو لسه صعادين. الناس كلها بتديد تعمل لكوا الف حسابه. بتديدوا كل هان في وقت من الوقت نفسه على الدور. في المقصة بتدينا يعني بسرعة نطينا اللي احنا كنا اللي انا عايزه في سراميكو. اللي هو من اول سنة خدنا رابع. وفي سنة تالت وفي سنة تاني. التاني ده كنا بنفسه على الدوري لاخر خمس اسابيع مع الاهل. والاهل خدت دوري فرق سبعة بنت بس. بمطشط يعني وقعناها كانت سهلة جدا. اسهل مطشوين كان دجلة وتعريب بطروجيت. اه وكنا عاملين نتائج جامدة في السنة دي كنا جذبين اهلي وكنا جذبين زمالك الراح جاي. وعملنا مسم علامي. والموسم اللي قبلها برضو. فترة المقصة كانت فترة يعني فيها بالنسبة لي انا كان فيها انجازات. انك تاخد تاني دوري وتالت دوري دوري وتوصل دور مجموعات في الكونفدرلية. ابطال افريقيا ما كاملناش فيها لان طبعا كان كابتن اهابسة بالفرق او مش اتفا كان فيه بقى الفترة دي هي اللي بدأت الدنيا تتهزة في المقصة. ازاي كابتن اهابجال كان بيتعامل معكم كالعيبة وقدر يوصل لكم احساس ان انتم مفيش فرق بينكم من اي العيبة انتم قادرين تاخدوا الدوري وبالفعل قدرتوا ان انتم تنفسوا على الدوري لحد اخر نفس. اللي كابتن اهابجال مفيش يعني هنتكلم في اللقطة دي بس هو كابتن اهاب لما بيبتدي يشتغل كباتن انا بلعب على الدوري. اللي عايز يشتغل معايا وقدر ان هو يلعب على الدوري. اقول لي مش عايز يمشي. اوه. فبعد 3 ا4 مطشوط انت بتكسب. انت مسدق انت بتلعب على الدوري فعلا. فانت منافس الاهلي يعني ماشي معاها منافس لحد اخر 3 ا4 ا5 اسابيع. فبتصدق هو هو حلم. انت قادر تصدق الحلم ده وتنفزه. اه هو ده النوعية اللي كابتن اهاب بيشتغل عليها. ما تعديش منك دي كابتن اهاب بيقولك كابتن احنا هننفس على الدوري وانت توعد سياكت. بالله لا كنت بقول له هننفس يا كابتن اهاب. لا انا انا خلي بالك انا انا لعيب طموح جدا. وعندي ثقة في نفسي وفي فرقتي وفي اللعيبة. واقسم بالله يا محمد الرهيم. يقولي انا عندي نص ثقتك دي. انا عالعب في في الفارفول. انا جدا. انا انا مش ضعيف. هي لعيبة كلها واحدة. اما انت مش هزر مني لا رجل ولا ايد. علشان انت يبقى عندك اوشن تاخد دوري وانا لا اه انت بتلعب في الاهل او في الزمالك. طب انا برضو ولعب في فرقة موفرة لي امكانية ان انا نفسي على الدوري. طب ليه انا انت نايس ايه يعني مفيش مفيش. انا بي زعلت جمهوري الزمالك منك ليه? او مزعلوا مني علشان اه في ماتش كنتم ادقي جدا خسرنا واحد صفر تقريبا. وضيعنا فرص كتير جدا. فكان المرسل هو بس اني دايقني بيقولي انه ازا مالك سيطر على المباراة وكسب كل نهار ده فاستفزني بصراحة. فقالتو لها كسبنا فين. محمد ضعين 13 جونة. بتوله مش في سيطر رقعتم ضعين 10 جوان. بس في الفيديو بقى طبعا انت فاهم ترندو طلع ترندو زي علموا مني. بس انا مش قاصد والله الزمالك ده فرقة كبيرة وجمهور كبيرة. ارجع لحمد محسن نفسه السنة من السنين وانت متلقلك مع المقصة. اه جالك عرضي بالنادي الاهلي. ليه الامور ما مشيتش. من اه وزمالك كان فيه. اه معرفش. كانوا تكلموا في النادي و اه فجأة الموضوع اه وقف. اه الاهلي رح واخد وحيد. يعني كنت انا وحيد بنلعب. بس وحيد كان اقرب مني الاهلي. انا كان فيه كلام في الزمالك. بس في الفترة اللي عبدالشافي رجع فيها من السعودية فخلاص. فاوبشان عبدالشافي طبعا كان افضل لسه انت هتدفع فلوس للمقصة وتشتري العيب وانت جالك عبدالشافي بتاعك اصلا. طلب كم? فري. انطلب مبلغ كبير كده يعني. كان. يعني كنت هناك في المقصة اصلا كنت بجدد عقده وكلام انت بزبط عادي وكده. فالتليفون جيه وانا هناك سبحان الله وكده وتكلمه. قال له مبدئيا مليون دولار. قال له مليون دولار. احنا هنجيبها بطريقة. باك ليفت وعايزي انه. لو انت قدامك المكالمة دي. دائم المكالمة كانت قدامي. من اللي قال مليون دولار? استاذ محمد كان مش في العامة على الكورة في اله. فهو قلم طبعا كنت يعني قاعد فاسمي انا فقال له من روح تبسلت مليون ايه? هو عايز احمد محسن مش عامل محسن تريزي جيه. ايه هو وجده التليفون من مين? مش عايرف بقى وقتها من مين. ما تكلمناش في تفاصيل قوي بس هو كان حد جوا النادي او وكيل كان النادي مفوضة او حاجة زي كده مش فاكر يعني بالتفاصيل. تكلمه وانت قاعد معي. اه كنت انا موجود اوه. قال له عايز احمد محسن. اه. قال له بقى ايه? مليون دولار. اعلم لي. قال عبدالشافي جاي في عرب طيارة من السعودية. اديت? كان نفسك تتم? اه طبعا. اعلى حاجة في الكورة لك. منتخب مصر اهلي زمالك. يعني انت كده عملت كل حاجة في كورة في مصر. لك تلعب اهلي او زمالك ومنتخب مصر. خلو. يعني الاعرب لحمد محسن عشان يبقى عمل كل حاجة في الكورة. اه في الفترة دي منتخب مصر. فيما بعض? السيراميك كلبطر. انا من يوم ما تولدت انا مشجع سيراميك. عملت انت تيك توك على كسة سيراميك كلبطرة دي. اه كتير اه. دايما بتسأل السؤال يعني دايما بتسأل السؤال ده انت اهلايا ولا زمالكاوي اهلايا ولا زمالكاوي. عايز تروح الاهل عايز تروح الزمالك. فانا اوفشن الرد انا بالنسباني انا في نادي كبير. حتى لما كنت في المقصة كنت كده. انا قريدي يعني اكل ايش بالندي ده. فمش حلوة. لقدر انت بتلعب ضد اهل او زمالك حصل منك حاجة. هيقول لك طبعا انت فاهم الجمهورة هيقول لك ده مفوت للاهل اللي هو اهلاوي ده مفوت للزمالك. كلام المشكواس اللي بتقال ده. انا احبش حط نفسي في موقف خمسين خمسين يتقال عليه كلمة. حصلت واقع زيدي وانت في المقصة مع صالح موسى. مطش كان قال الزمالكاوي ومش عايف ايه. وبعد كده قال لك هو سايب المطشة. اه. فمحبش انا محبش احط نفسي. كان لعيبة بتتدايق لما الجمهور بيفتكر ان فيه لعيب منكو سايب المطشة ومفوته ده ما بيحصلش. اه طبعا اكيد. ما زال الحلم للعب النادي جماهيري بيراود احمد محسين. بص يا الانديان جماهيري في حتة تانية. هي كورو عمتا يعني. النادي جماهيري بيعلي لعيب جدا. وهو بوابة اللي متخب اكتر من اه. فطبعا اكيد اي لعيب بيحب الانديات الجماهيرية. اللي اللي بيحب الكورة بجد. اللي مش واخد الكورة كبزنس او شغل. لا بيحب الكورة. بيحب يلعب كورة. بيحب الجمهور. بيحب يسمع اسمه. بيتنادى. اه طبعا الانديات الجماهيرية خاصة لو كانت عندها كبيرة عندها تقمة. اه. اكيد اي لعيب بيحب يتمنى ان هو يلعب هناك. في لعيبة واخد الكورة بس. مش بزنس بس يعني. بس اللي هو يعني بص انا انا فرأيه هو لعيب الكرة حر كتير. يا يامن العيب تعلم كرة. احب الحب الكرة فتعلم. تعلم كرة فعايزة بقى لعيب كرة. يامن العيب موهوب مولود اه بالكرة. يعني اللعيب هو مولود لعيب كرة. زي يعنو زي لعيبة كتير. للي تقولك في الكلام بحمد بحienne انه العيب فيه. environ طبعا انا المعبوب كرةaa nevermind- علم كرةaa. لا انا مولود لعيب كرةة. سبحان الله موهوب. مولود لعيه بكورة مولود اشوال. دي بتبقى من عند ربنا بقى وراسة معالفين. بس هي اه يعنى لا انا بحب الكورة. بحب الكورة جدا. تبدأي خلينا اسألك بقى بدايتك كانت ازاي في الكورة? وهل كنت بقى كليفت من وانت صغير? اه لا ما كنت بقى كليفت. كنت اه كان مسميني في الكويت مارادونا. كنت قصير ومكلفة شوية. كنت بلعب اه بتاحت فرود او هاف. ما كانش فيها هاف ايامها كتير. بس كان يعني هو تحت السترائكة زي بتاع عماردونا. كنت قصير كده ومكلفة شوية واشفر. انا كانش ميسي بقى لسه طلع. فكنت بقى لعب في الحيطة اللي قدام دي. اه في الكويت في نضي خطان. وبعدين لما جيت بقى على مصر كنا عادين طبعا فترة كبيرة في كويت فانا جاي هنا مش عارف حاجة. كملت فترة النشئين هناك في الزرقة. بعد جهة طلعت من الزرقة على غازة دوميوت. اه لعبت تلات موسم كويسين. عملت اسم كبير شوية في المنتسبة. وبعدها رحت اتحاد والمصري بس حصل مشكلة ومشيت قبل القيد بحاجة بسيطة فراحت سنة فارقه. عملت موسم الحمدلله كويس في جبت سبعة جوال ووقفنا على مطش للصعود. بعد كده رحت المقصة. اه لعبت باكلفت ازاي? اه لعبت باكلفت ازاي لما جيت الزرقة. فكل الناس عايز تلعب قدام في فترة النشئين دي. فالكابتن بيسأل يا مين بيلعب باكلفت. فيش حد باكلفت. والمكان قدام زحمة كتير. وكله لعبي كويسين. زي انت فاهم انت صغير بقى كل لعبة بتمسك وترقص تعمل فعادي. فانا قلت طيب انا الحتة الشمال دي مفيش فيها حد. فقلت هلعب في حتة الشمال. وبعدين عندي بقى اتنين يعني. بقى لعب ناحية الشمال وبقى لعب تحت الفيرود. او هوفرويت. فلعبت من ساعة ما لعبت بقى تقولش لازق عفريت لازق فيه. مش عارف ارجع تاني داحت الفيرود. بس لعبتها لعبتها كتير في غاز دومياط. يا زمانت لعب تحت الفيرود وكتب ايجيب جول ولا تقولي بقى ميدو جابر ولا محرز ولا لا لا في حتة تانية انا داحت الفيرود دي اه ارطهات وكلام مش موجود. ولا محمد ابراهيم? ولا محمد محمد الراهيم مين? محمد لعب كبير بس انا خطر منه وعارف ان انا لعب اخطر منه في الملعب. ذكرتك كويسة? اه انا وانا زمان وانا صغير اتخبطت كده في دماغي هنا بتاع اربع عشر غرز. فانا بتأكد من اليوم دا ان الموضوع دا مقاصر على الذكرى عندي. طب دي حاجة بسيطة في الاول كده. عندك كم الف فوضو على انستجرام? النهاردة. مية سبعة وتسعين الف. صح. هم بيزيدوا كل يوم? يعني شفت انت الراجل لما سألوه بتاع ماكرسيفت انت رسروتك كم قبل ولا بعد قلوم قبل السؤال انا. يعني ممكن ده مية سبعة وتسين خمسمية. بيزيد كم في اليوم? مش كتير يعني مسلا خمسمية. في ايام الف في ايام متين في ايام مية. على حسب بريدش الاكاونت ومشاك. نزلت كم سورة عن استجرام? ستمية حاجة وخمسين مسلا. ستمية حاجة وستين. هم تاتر كم زيبات? ستمية ستة وستين. نزلتش حاجة بقى تانية بعدها لحد ما الحلقة تنزل. مش هنزل حاجة اول مباراة شاركت بيها مع المقاصة كانت في الدوري. كانت امام مين? تاني ماتش كان المصري. اول ماتش كان اا ام بي. صح. ام بي او كسبنا تلاتة صفر. في نفس الموسم صنعت هدف فحيد امام الشرقية. مين احرز الهدف? احمد فوزي. صح. اه. ده كان جون عالمي. اعمل له الساستة متعملش في العالم. اوبر. كروس ولا هعمل ايه? هخترع باكلف سيعمل كروس اوبرو. اول انزار حصلت عليه في الدوري. كان قدام في ريت ايه? اول انزار دو انا في المقاصة. امم. اه دخلية? والط. ايه? ايه. هي بي. يا بحرف الباق. اه? صح? اه. بوريش ده دور ما هو فيش فلدية المحلة. بترجيت? بترجيت. صح اه بترجيت. مش فاكة عشان هبطت فا مش فاكة. مبارنة قيت كم? ماتش بترجيت? احنا كسبنا اكيد. اه مكسبة نين? تلاتة. اتنين. اتنين اه اتنين سفر. تدني نفسك كم كده في الزاكرة? الزاكرة انا بساقي اتنين مساء من عشرة. عشرة من عشرة. عشرة من عشرة? انا اللي زاكرتي سمك. والله انا منافع. انت فاجر حاجات من الفين واتناشر الفين واتناشر. بص اه صدف. في المانتو مان انت بتحبك كباري وترقص. اه. ولما لعب يديك كبري بتبقى ليلة ليلة. لا اهو مفيش لعب الدنيا كبري. انت بص يا بودة خلنا نكون واقعي. اهو مصطفى فاتحي بس مرة. انا بخدش غير كبري واحد. اترقص ناني انا انا رقصك في المانتو مان. لا اقسم بالله اروأك. بص في المانتو مان انا مبرحمش واحدة على واحد. يا ابوي مالك مفهاش كلام. لا انا في الواحدة على واحدة. هتقفل رجليك هتلاقيني معدي من بطنك من حواجبك اه. عشان انت حر واحدة على واحدة انا صعب شوية. تشميسة. اه اه قلد متحة شلبي في اي اه موقف تفتكره وهو يعلق اه على كبري. اه كان في كبري اه علق عليه اللي هو هالله 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 من خوف يقرب عليك من بفضلك اقفر رجليك. طبعا المعيب متحة شلب جدا مميز جدا مصوته و اه علم يعني. مسل اي مشهد وقل لنا اتحددت امبابي زي وايه موضوع يا بوي مالك. ما تدول اكتر من حاجة انا مسل مشهد ولا اول موقف امبابي انا مش عارف. هتعمل كل حاجة. مسل مشهد الاول? اي مشهد ايه? اي مشهد يجي في دماغك مسله. وانت اه ايه. مشهد اه في فيلم مسلا ايه? اي حاجة? اي حاجة. طب ان خلينا اقلت امبابي على ما يجي اه مشهد. اه موضوع امبابي. اه الموضوع بسيط جدا هي امكانياتها جماعة. فانا امبابي لقيه تطايح في الناس في اوروبا هناك وماسك الفرق اه طحنهم ويعدي ويخرم بطن ده ويعدي بسرعات وكلام ده. فانا امكانيات تسمحلي انه اتحد امبابي فاييه المشكلة? فقلت له يا بوي ملك امبابي يعني عندك ايه سرعة بفضل الله الصراع موجود. مهارة اه مش همهر من ميدو جافر محمد ابراهيم عندنا. اه بس اه فقلت له يا بوي ملك. موضوع يا بوي ملك ده بقى هو ايفي انا بقوله في الفيديوهات بتاعتي كان اه اه واحد صاحبي كان صعيدي يعني كنت محبه جدا وكان دايما يا بوي ملك ده على لسانه فانا اخدتها منه بقيت اقولهم. اه بس ده موقف اه بتاع امبابي ويا بوي ملك. بالنسبة بقى المشهد اه. اه 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 ممكن اه كتكوة اه كتكوة اه اقول اه انا ما هتكسب ما صاصر اه بطارك شوية. بشعاف اقلت مشهد مين طيب. ممكن اه كتكوة ابو الليل بيمشي بالكفر بيوم برنبل مسل. انا محب فيلم كتكوة جدا. موقف كوميدي مع ميدو. والليدو غني اغنية اغنية العنبة. موقف اللي ميدو جابر. اه اللي ميدو العالمي. اه موقف ميدو العالمي. لما كان مسكنا في المقصة. اه كنت انا عامل شعري فورما كده كنت مطول شعري وعمله فورما. فكنت يعيب يعني كنت اصلي اوروبا شوية وعميدو طبعا محب لصلي اوروبا. فكنت بقى لعب. بتبقى لعب المطشط بقى واحمد محسن واحسن باكلفت في مصر ومش اعارب ايه. اه ميدو عسن انا بحبه جدا من احسن الشخصات اللي عملت معها. اه فزهقت من شعري. قصيت شعري. اه زهقت كنا دخلنا على الشتاء وشعري كان طويل قوي فقصيته. قصيت شعري ما لعبتش تاني. بقيت لعيب مصري. رجعت لعيب. ما لعبتش لو شعر طول تاني. اه فده موقف مع ميدو كان اه فيه مطش كان هو بيحلله. فانا قلشت الاوت بايدي يعني بلعب اوت فوقع. فراح عامل تويت على يالك محسن قلش الاوت. بيدي تعليمات ازاي الخط? ميدو بيدي تعليمات ازاي? اه لازم اسيب اللي مزعش. اصير? اه. اه 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 اه. اه اه بدي تعليمات اه اه اميدو ومشاور وكده ومدعفش دايما ان اصابة مش عادي فراحها فين ويجي منين. اه 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 اميدو عاصل بصلاها مش شخصيات الجميلة ومدرب كبير يعني مدرب بفكره اوروبي بصراح. اه اه مين غني هنالانة بقى? اه 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 هسع على بابا جيل اي حد دوس عليه محسن ايه القاوي عليك? بس دي اغنية عالم انا بحبها بتاع والصعب. بحس ان هو بغنيه للاغنية دي. غنيه لنا بقى الاغنية اللي انت كنت بتغنيها قبل الهواء. اغنية ايه? بتاعت اه 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 اغنية اه يا فختك ياللي صاح الليل مدام كان السبب وحده ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع وحده في ناس بتنام على احداشر او اتناشر ونس وحده وناس في الحب دول جايين مش عارف ايه كده ساعة واحد صباح الفل على الجاس. ايه اغليت يا جورجي اللي بحبها جدا اغليها. اما انت رقصينا في المانتو مانا او. بيه واحد على واحدة اللي ما مبرحمش. نلعب دلوقتي الاكس هو مع الكابت ان احمد محسن. ونشوف هنغلبه ولا هو يغلبه. ولو غلبناه العكاب هيبقى تقيل. هيتقطع بودة هيتقطع دلوقتي. ابدأ يا كابت. هبدأ انا? ابدأ. واخير الامور الوسط. وخد بي. حلوة يا بي. انا حب بلعب عكس رجل ياوي. نديها. او هنا. انا فشلت. نديها. او هنا. او هنا. بس اخليك تكسب. لا ما تخانيش اكسب. طيب. ممكن نطلع دروع عادي. ماشي. ماشي. نفوت لي. لا متفوت ليش. ماشي. اديها ايدا. او. اخد يا بي. كده كده اكسبت هنا او هنا انا كسبت. ازي? اه. احط هنا او هنا انا كسبت خلاص. كمان. حط كده هنا. لا حط هنا. اهو. اهو. اقولت لك لو حطت هنا او هنا انا كسبت. بيترقصني. بي واحدة كده. كبري اه? كبري واحدة كبري كده على الماشي. طب خلاص. قلنا بقى كبري. يعني موقف بينكم من الكابتن يهاب جلال. وخليته بص مش قادر. عاديتها. كبتن يهاب. اه. كنا. يا في الموقفين يا بس الموقف منهم سريعا كده. اه. كان بندخل يعني بيختار اللي شكور وكلام ده. فا. فا. اه. تلعب في ايه. انت بتحب اكتر ما ارتروه. انا بصة كبتن يهاب. انا حب بقى في الملعب. اه. باك لفت. هاف رايت. هاف لفت. ديفندر. سير ديباك. لو عايز نجول اهم حاجة بان موجود معاك في التمنتاشر. اه طبعا نضحك. وموقف بتاني كان غيرني في المائدش كده. انا هموت وعارف انا اتغيرت ليه. مش عارف. كنت كبت كيس جدا. فارروحت الكلام فيها قلت له يا كبت انه. انا تغيرت ليه. قال لي. اه. وهو واحدة لي فيه كورة انت ما سمعتش يقولت له كورة? كورة كبتن. اه. طيب عليك مش هتلاقيني بجود في اي عيزة كابت اللي كابت يا هام شخصية جميلة وشخصية تحبة لو نطقت بكورة التنس بقى لابنجيب اخرك لا لا كورة التنس ماليش فيها اخر يعني هنقعد بقى الحلقة عشر ساعات هنطق صدقني ماليش عدد الاستوديو اتكسر ولا لا لا وانتوا بس لعني هتحتاج عدة جديدة تاكيفات جديدة نوكيشن جديد صبورة جديدة غالبا هدغدغلك المكان نروح لفاكر الكورة التنس مع الكابت ان احمد محصر ونشوف هيدغدغ المكان ازاي لو هنقول انت جبت كامعات ده جبت كامعات ده اهو تقريبا مية حاجة وثلاثين بس انا عشانهم وقت الحال انا عايف انتوا هتختصرهم في حاجة وثلاثين بس هم غالبا مية او متين حاجة وثلاثين الشرق ايبعت لنا مرادون او اللي لا انا في الحاجات دي مهاري جدا طيب مناسبة المهارة بقى اهو تلعب مطشو خماسي اهو هتاخد اربع لعيبة معاك من سيرميك كلبطرة مين هم اللعيبة اهو هنبقى خمس لعيبة تبقى خمسة اهو حلو هاخد طبعا اه وادميسي اردو كورا معجون كورا هاخد باسم يقف جون وقف جون كويس في الخماسي غير كده مش هتستفيد منه خلص هاخد عامر وكوكو الاثنين سناء مش طبيعي عامر باكوردات عم كتلعب له فوق يطير لعب في الطاربك واخسم باللمة طبيعي وكوكو بصوته حلو هتلاقي بي اغني اقول شعره هيخلي المطشق وطبعا عابل واحد قدام والخمس محمد حاسم محمد حاسم هايجري اللينا كلنا احنا هلقى فوق عليك جاري كوكو هو طالع ياخد الكرة بوليه هو طالع يعني هو طالع ياخد الكرة كوكو عاف انت؟ يعني ادم بيادن الخمسي مفوش صالح ولا محمد إبراهيم ولا شدي حسين ولا ايه لان انا هقوم بدور دور كلهم ما هو انا يا هم هو الخمسي نجم واحد فرق انا والباقي يخدم باقى بس يخدم ورا وكوكو يخدم ودامه هو عامر محمد حاسم يجرينا كلنا برضو هو هايجري يقطع اي حد نبي يقطع والدين يعني احمد انا كنت مسوط ان انا معك حبيبا بود نورتنا وشرفتنا في يلا كورة حبيبا بود انا مسوط والله وربنا يعلم انا بعزك قد ايه وان شاء الله البرنامج دا يكسر ويداخدغ الدنيا وده السيزون الاولي ان شاء الله يستمر ما دا الحقيقة وان شاء الله مبارك لك ورايب كمان على المنتهج يا رب اللهم امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة